بسم الله الرحمن الرحيم طلاب والطالبات السكرتارية الطبية والسجل الطبي السكرتارية الطبية والسجل الطبي نستكل محاضراتنا في موضوع السجلات الطبية واحد وصلنا لعن صفحة 86 نظام تحويل المرضى نظام تحويل المرضى بيضم بيمر عبر ثلاث محطات المحطة الأولى والأساسية دائما هي الرعاية الصحية الأولية الإنسان بتحول بتحول من المستوصف من مركز الصحي من عيادة خاصة يبقى الرعاية الصحية الأولية للمرحلة الأساسية والأولى للرعاية الصحية بكافة مرحلة هذا سؤال امتحان يعني أول محطة أو أول مركز صحي بروح على الإنسان من جترب الاشتراعات الصحية م themed least لازق بروح على رعاية الصحية الأولية سواء كانت مستوصف أو عيادة خاصة أو عيادة طبيب خاص أو تجمع أطباء أو إلى آخر ممكن تكون عندك ها هي المكتوب عندك المرحلة الأولى ممكن تكون عيادة خاصة بالطبيعة أو عيادة مشتركة أو مجمع عيادات أو عيادة خارجية في المستشفى أو قسم الطوارئ يعني ما بروع على أقسام النوم على طول يبقى المحطة الأولى عرفنا أي شيء المحطة الثانية تستهدف الحصر على الرعاية الصحية ومتعالّة الجوانب وتشمل المرحلة الأولى مزيد في المرحلة الثانية الشيئ بدور على رعاية الصحية متعددة الجوانب براعى المستوصف يتحايا يتعالج عنده استخداء سخانة عنده المستوصف لقوا انه والله بده زياد فخصات اخرى او بطبيب بده مستشفى فبحوله على المستشفى المحطة الثانية الحصول على الرعاية الصحية متعددة الجوانب طيب الرعاية الصحية الاولية بتشمل 90% من الحالات من مختلف انواع الرعاية الصحية يعني في الغالب الناس بطلع على المستوصفات او على العائلات الخارجية او على اقسام الطوارئ او عائلات الخاصة ومتتعالج وخلاص يبقى اذا كانت حاجة تستدعي رأي الطبي اقتصاصيا اضافيا او بيستدعي عند صحته تخيل دخل المستشفى لاجراء عملية جراحية او خلافه او اجراء فحوصات بعدك بينتقل من المرحلة الى المرحلة الثانية اللي هي الرعاية الصحية متعدد الجوانب وذلك الناس اللي بناموا في المستشفى بشكل 3-5% من مجموع المرضى بعد ما يطلع من المستشفى العام المستشفى العام اللي هو المستوى الثاني الرعاية الصحية الأولية المستوى الأول الرعاية الصحية الثانوية اللي هو المستوى الثاني المستشفى العامة اللي فيها اختصاص الطبي الرئيسية ايش هم اختصاص الطبي الرئيسية الأطفال نسا والولادة الباطنة والجراحة وفيها أجزة تشخيص وعلاج وصيدلية ومختبر وإلى آخره المرحلة الثالثة والمرتبة الثالثة المستوى الثالث اللي هي الرعاية الصحية التخصصية الخاصة التخصصية وليس الخاصة التخصصية مركز صحي أو مركز طبي متعالي للإقتصاد للإجراءات العامة الدقيقة وتكافية التجهيزات وفي مهدات ملطورة وعلاج للحياة الصعبة زي مثلا عسبي المثال مركز السرطان أو مركز الأورام مركز العيون الطب النفسي مركز خاص لجراحة القلب المفتوح القصرة القلبية وهذه المستشفات اللي هو درجة ثالثة التخصصية هذه بتكون مستشفات تعليمية لتعليم الطب والتمريض وإلى آخر وبالتالي الرعاية الأولية هي المستوى الأول المستشفات العام المستوى الثاني الرعاية لمستشفات التخصصية هي المستوى الثالث وبعد طبعا لمستشفة العام مستوصف مستشفى عام بحيث يمكنه هو يأمر على مركز التخصصي أو بعود الرعاية الأولية ولما يخرج بالمركز التخصصي برضو يرجع للرعاية الأولية لاستكمال العلاج والمتابعة يبقى الرعاية الأولية للصحية الأولية هي الأنسية أولا وأخيرا نجي للصفحة اللي بعدها صفحة 87 تكلم عن سجل العيادات الخارجية وضوابط التوسيق بالعيادات الخارجية سجل العيادات الخارجية ايش معناه؟ هو السجل المستخدم لتوثيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المراجعين أو المترددين على العيادات الخارجية ايش هو؟ هاي تعريفه السجل المستخدم لتوثيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المراجعين أو المترددين على المستوصفات والعيادات على العيادات الخارجية وليس المستوصفات العيادات الخارجية كان زمان في الشيء لا يوجد سجلات طبية للناس اللي براجع في الهاتف الخارجية لكن كونه صارت تزايد في درجة التخصص وتعقيد في الرعاية المقدمة في الهاتف الخارجية استلزم الأمر وجود ضوابط ووجود سجل في العيادة الخارجية يبقى كل مريض بروع المستشفى عيادة خارجية استقبال لازم من عمله سجل ضوابط توثيق في السجلات العيادة الخارجية في عندنا ضوابط 7 ضوابط للتوسيق 4 ضوابط للتوسيق في السجلات العيادة الخارجية خلينا نشوف مع بعض ايش هي الضوابط اول حاجة لازم يكون في سجل الطبي في اي وقت براجع فيه المالي العيادة الخارجية او اقسام الطوارئ او اقسام الفني المساردة يبقى لازم اول ضوابط من الضوابط لازم يكون فيه سجل لايش طب للمريض اثنين لازم استخدام نظام سجل الطب الموحد ايش هو نظام سجل الطب الواحد اللي بيجمع كامل المعلومات المتعلقة بالرعاية التي يتلقاها المريض في اقسام التنوين والعيادة الخارجية هو الخدمات المساردة قديما وحديثا يبقى فيه سجل واحد السجل الطب الموحد انه المريض بياخذ رقم واحد وبكله ملف واحد يبقى كل الزيارات الزيارات اللي براءة الخارجية او النوم كله بتجمع بعد الخروج فيه سجل واحد يبقى لازم يكون استخدام نظام سجل الطب الموحد هاي اثنين يبقى الاول ضوابط لازم يكون فيه سجل طبي اثنين لازم استخدام نظام سجل الطب الموحد اللي بيجمع كل المعلومات المتعقبة بالرعاية ثلاثة لازم المعلومات تكون متسجيلها تدوينها يكون حسب تسلسلها الزمني حسب تسلسلها الزمني تدوين المعلومات في سجل العيادات بعيث تتوى الملاحظات حسب تسلسلها الزمني ليش حتى يسهل على مقدم الرعاية لاطلاع الملاحظات المتعلقة بالزيارات السابقة للمريض طب يا ناس رتب هذه اللي هو الأوراق وتسلسل الزمني من القديم للحديث ولا من الحديث للقديم ترتب هذه من الحديث للقديم من الحديث هيش للقديم لكن لو إحنا هذه السجلات تم حفظها في قسم السجلات بتغير الأمر بنسبة أقسام التنويم بتصير من القديم للحديث يبقى خلينا نجد أننا نجد المضوع السابق للأوان ونشرحوا وبعدين سيأتي علينا إن شاء الله في سجلات طبية اثنين يبقى تدوين الملاحظات حسب تسلسلها الزمني ليش مشان يسهل على مقدم الرعاية الصحية للطلاع على الملاحظات المتعلقة بالزيادة السابقة للمريض أربعة إيش المعلومات اللي لازم يكون يتضمنها سجل العائد الخارجي إيش المعلومات اللي لازم يتضمنها سجل العائد الخارجي السيرة المرضية نتاج الفحص السريري نتاج الفحصات البخبرية والإشعاعية التشخيصات سجل الرعاية للملاحظات التطور برغرس نوتس أو فلو أب هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لازم يشمل اللي هو نموذ أو سجل العائد الخارجي يشمل على الخمس أشياء هذه السيرة المرضية نتاج الفحص السريري نتاج الفحصات المخبرية والإشعاعية التشخيصات و ملاحظات التطور أو سجل الرعاية اللي فيه بشمل ملاحظات التطور طب نيجي ل نتكلم عن العيادات سجل العائد الخاصة سجل العائد الخاصة إيش العائد الخاصة اللي بيشتغل فيها طبيب واحد أو مجموعة من الأطباء والعائد التابعة لمستوصفات والمركز الطبية الخاصة التي تتضمن المعلومات الآتية بسجل العائد الخاصة سواء كان يجرها طبيب أو مجموعة من الأطباء أو العائد التابعة لمستوصفات والمركز الطبية الخاصة واحد السيرة المرضية بمن فيها له قائمة العملية الجراحية والمشكلة الصحية القائمة والمنتهية السابقة إذا كان في عنده حاسية للأدوية لأي نوع من الأطعمة إلى آخر يبقى الصيرة المرضية اتنين لدي من شمال المعلومات التالية التاريخ تاريخ المراجعة العيادة اسم الطبيب وتقصصه تفويض بالعلاج تفويض عام الشكوى الأساسية وسبب الزيارة نتائج الفحص السريري هذه المعلومات سجلات العيادة الخاصة التاريخ العيادة التاريخ المراجعة اسم العيادة اسم الطبيب وتقصصه تفويض بالعلاج تفويض العام الشكوى الأساسية وسبب الزيارة نتائج الفحص السريري التشخيص الأولي والنهائي فخصة المقبلية التي تم طلبها العلامات الحيوية ولاحظة التمرير العامة الحيوية اللي هو الفيتال ساينز اللي هي الحرارة والنبض والضغط والتنفس العلاج المقدم اللي يأخذوا المريض أو أخذوا قبل هيك حالة المريض عنده مغادرة العيادة والتعليمات المطالة والتوصيات حالة المريض بعدما راجع وشاف الطبيب وعمل فحصات وإلى آخره عند المغادرة والتعليمات المطالة التوصيات والتعليمات يمشى على عيش كيف يأخذ العلاج وكتش راجع إيش نقول أكل يوكلوا إلى آخره توقيع الطبيب المعالج ستة يتم تنظيم محتوى استجيل الطبيب بحيث يسهل استخدام ومراحته والتوثيق فيه من قبل مختلف مقدمة رعاية ويمكن اتباع الترتيب لوفق ليش للمصدر أو التسلسل الزمني يعني الترتيب على أساس المشكلة الصحية يبقى لازم ترتيب استجيل الطبيب وتنظيم محتوى وهذا ناخد استجيلات طبية اثنين حسب المصدر أو التسلسل الزمني وفي نوع للترتيب حسب التسلسل الزمني وحسب المجموعة أو المجموعات المتشابهة اللي هو الورقة اللي بتيجي جديد المشكلة اللي بتطرق جديد هي بتكون على السطح فوق أما حسب اللي هو تشابه المجموعات يعني المتابعة لحال نماذج اللي هو الفقوصات المخبري لحال نماذج العلامات الحيوية لحال هذه طريقة يعني لا تستخدم بكثرة تستخدم طريقة اللي هو المصدر أو التسلسل الزمني سبعة في حال إجراء عمليات جراحية في العين الخارجية وفي اقسام جراحة اليوم الواحد ينبقى أن يضمن استجيل الطب النماذج الآتية إيش النماذج اللي بيشملها استجيل الطبي في حالة ما المريض يتم عمل جراحة عملات جراحية إليه سؤال في العين الخارجية أو في اقسام جراحة اليوم الواحد العين الخارجية بتكون والأقسام جراحة اليوم الواحد يعني الحالات اللي جراحتها بتحتاج عملات جراحية بسيطة أو متوسطة إيش بيشمل تفويض إجراء العميل الجراحية تفويض خاص أو تفويض اللي هو التفويض المستنير تفويض بجراء العملية الجراحية تقرير العملية الجراحية سجل التخدير هذا بيشمل ليش بالاضافة لما هو موجود بيشمل تفرض مجرى العملية الجراحية consent form تقليل العملية الجراحية اللي هو operation report تقليل التخدير أو سجيل التخدير anesthesia report نتكلم بعد هيك في صفحة 89 عن النماذي الطبية المتعلقة بأقسام الطوارئ وطلع النموذج اللي فوق نموذج اللي فوق سجل العيادات الخارجية هي موضح فيه المعلومات المتعلقة بالسجل أو محتويات السجل نماذي السجلات الطبية في أقسام الحواليس والطوارئ إيش تعريف سجل الطب بسجل الطوارئ السجل يستخدم سجل الطوارئ لتوسيق المعلومات المتعلقة بتقييم الحالة الصحية للمرضى المراجعين لمين لأقسام الطوارئ ليش؟ بسبب تعرضهم لإصابات حرجة أو مرض حاد يبقى اللي بيجعل أقسام الطوارئ يفترض يكون يعاني من إصابة حرجة أو مرض حاد لكن يستقبل ويعالج في كل الأماكن وفي كل الأوقات يبقى إيش تحترف سجل الطوارئ سجل يستخدم تنفيق المعلومات المتعلق بتقيم الحالة الصحية للمرضى المراجعين في أقسام الطوارئ بسبب تعرضهم لإصابات حرجة أو مرض حاد إيش المحتويات اللي بيشملها سجل الطوارئ معلومات إدارية واجتماعية ويش أخرى تاريخ ووقت القدوم لقسم الطوارئ معلومات إدارية واجتماعية بيشملها سجل الطوارئ بالإضافة إلى تاريخ ووقت القدوم لقسم الطوارئ وكتش أجه يوم واحد واحد 2021 الساعة 10 صباحا وسيلة الوصول أجى ماشي أجى محمول أجى عكسي متحرك أجى في سيارة تسعاف أجى في سيارة صار حادث ودهس وجبه في سيارة مع مين أجى مين مرافق إله الشكوى الأساسية السيرة المرضية الفحص السريري التشخيص نتائج الفحصات التشخيصية أوامر الطبيب الرعاية المقدمة ومتابعة الحالة في قسم الطوارئ تقارير العامات الجراحية والإجراءات الأخرى الرعاية الإسعافية المقدمة في مكان الحالة تم عمل للمريض في الإسعاف عند إسعافه وفصلات الإسعاف لما وصل قبل ما يصل نتائج الرعاية ووضع المدوقة الخروج تم تنويمه بعد استباع قسم الطوارئ إصرعه على البيت تم تنويمه تم تحويله لمستشفى آخر شفية وخرج خروج على مسؤولية أو هروب أو لم ينتظر العلاج توفاة خروج وفاة بعيش أخر حاجة التعليمات المعطاة للمريض وقت مغادرة قسم الطوارئ يجي رقم اثنين نتكلم عن ضوابط التوسيق في سجلات الطوارئ ضوابط التوسيق في سجلات الطوارئ نحن الآن في أي صفحة؟ نحن الآن في صفحة 91 ضوابط التوسيق وهي عندك فوق نموذج سجل الطوارئ تطلع عليه ضوابط التوسيق في سجلات الطوارئ واحد أن يتم توفير سجلات القاصة بالرعاية الطبية اثنين أن يقوم الطبيب المشرف على الحالة بالتوقيع على موذج الطوارئ ويتحمل هو مسعولية صحة البلدات الواردة فيه إن لم يدونها بنفسه يبقى الضوابط الأول ضوابط التوسيق صفحة 90 في سجلات الطوارئ أو واحد لازم يكون فيه سجل طبي سجل طبي خاص برعاية الطبي اثنين الطبيب المشرف على الحالة هو اللي بدوق على موذج الطوارئ وإذا كان طبيب آخر راح كتب أو راح سجل بيانات من المسؤول الطبيب المشرف على الحالة حتى لو مدونهاش هو الطبيب المسؤول عن يبقى الطبيب المشرف على الحالة يقوم الطبيب المشرف على الحالة بالتوقيع على موذج الطوارئ ويتحمل هو مسؤولية صحة البلدات الواردة فيه إن لم يدونها بنفسه ثلاثة في صفحة 92 صفحة 92 أن يتم رسال سجل الطوارئ لمقدم الرعاية الذي سيتابح أحد المريض بعد مغادرة الطوارئ وذلك بعد الحصول على موافقة المريض على إصدار المعلومات وهي كنتم بتشوف لما الواحد بدukaها على قسم الاستقبال فشي بعطوه صورة عن تذكرة الاستقبال براجع فيها المستوصف العيادة أو براجع العيادة الخارجية في نفس المستشفى يبقى أن يتلازم تم إرسال سجل للطوارئ وصورة عنه لمقدم الرعاية الذي سيتابح حالة المريض بعد مغادرة الطوارئ أربعة أن يتم إنشاء سجيل طبي لكل مريض يراجع أقصام الطوارئ لازم نعمل سجيل طبنة كل مريض براجع أقصى ميش الطوارئ للعلاج في حالة جراء عملية جراحية في قسم الطوارئ يتم إعداد تقرير العملية ويكون الطبيب الجرح مسؤول عن توثيق سجيل الطوارئ إلى جانب تقرير العملية وتقرير التخدير إذا لازم تخدير يبقى إذا كان في عملية جراحية عن عمل مرض عملية جراحية في قسم الطوارئ واحد أجل عنده دم وبعاني منه مؤلم ممكن يعمل عملية جراحية داخل قسم الطوارئ في الليل أو بعد الظهر طبيب الجراح هو المسؤول عن توثيق سجيل الطوارئ إلى جانب تقرير عملي ستة في حالة وصول المريض للطوارئ باستخدام سلطة الإسعاف ينبغي أن يجرج تقييس سلطة الإسعاف في سجيل الطب لما المريض في البيت أو صار حادث وجد الإسعاف أخذه بيكون فيه مسعف سلطة الإسعاف المسعف فيه عنده نموذج في الإسعاف فيه نموذج نقل حاله هذا النموذج من نسختين باستخدام من المسعف البرصد في حالة المريض والرعاية التي قدمت المريض منذ وصول فترة الإسعاف حتى وصوله المستشفى بما في ذلك العلامات الحيوية ودرجة وعي المريض ومظهر العام يلفحات وصول المريض للطوارئ باستخدام سلطة الإسعاف ينبغي أن يدرج تقرير سلطة الإسعاف من نسختين في سجيل الطب وأن يضمن ملاحظات المسعفين ورصدهم لحالة المريض والرعاية المقدمة له منذ وصول فريق الإسعاف وحتى لما يسلموا في المستشفى يمكن منه لحظة وصول فريق الإسعاف للمكان الحدث وحتى تسليمه في قسم الاستقبال في المستشفى ولازم يتضمن تقرير المسعف العلامة الحيوية ودرجة الوعي والمظهر العام 7 يتكوى سجيل الإسعاف من حدة نسخ كربونية في الغالب ثنتين تدرج إحداث سجيل الطب للمريض بعض واحدة الاستقبال وحالة حولت منه صار عنده حادث أو أقده من البيت صارت الإسعاف وصارته لمستشفى عندونيسي المسعف كتب ملاحظاته على اللي هو سجل الإسعاف هذه الملاحظات في نسخة نسخة بالظل تعطيها الاستقبال ونسخة بالظل ونسخة بظلها معمي مع سيارة الإسعاف تستلم لإدارة الإسعاف يتكوى سجيل الإسعاف من حدة نسخة كربونية تدرج إحداثها في سجيل الطب للمريض وتبقى الأصلية لدى الإدارة التي اتباح سيارة الإسعاف مثلا بمثال جمعية ريال الأحمر الفلسطيني يبقى النسختين نسخة الصورة بعطوها للمستشفى على الاستقبال لكي نضعها في سجيل الطبي ونسخة الثانية الأصل تضالها مع المسعف لكي نسلمها لإدارة الإسعاف تمانية لازم تلتزم المؤسسات الصحية بتقديم العادة للحالات الإسعافية الحرجة كل المستشفيات فهذه قانون أحد القوانين في مختلف دول العالم إذا تصل حالة طارئة لأي مستشفى لازم يتعامل معها لازم يتعامل لازم يقدمها الرعاية اللازمة للحالة الحرجة إلى أن تستقر حالته الصحية وبعدها ممكن يحولها على مستشفى آخر عند الحاجة يبقى القوانين يبقى لأي مستشفى تقوليش والله مستشفى بسفل نجار وإنهار الإمارات وبيتحنون غيره أي مستشفى من ضمن القوانين في مختلف دول العالم الذي يتعامل مع الحالات الحرجة على بينما تستقر ثم يحولها إلى مستشفى آخر إما مشان لهو الخدمة مشان لتوجه الخدمة أو لأسباب مالية أو إدارية وإلى آخره تسعى أن يتم جمع وتوثيق المعلومات في سجيد الطوالب بسهولة ويسر توثيق المعلومات بسهولة ويسر ليش؟ بحيث لا تعرض عمية التوثيق مع سير العمل رعاية وإلا تؤثر على تركيز المقدمين رعاية على حالة المرضية اللي لا وجهك حالة على استقبال بديش أنا أستغل وقت يقوله تعالوا وقل ليش اسمه واش عنواء لا بدي في الأول يتم إسعافه وهو فن السجلات الطبية أو الكاذب باستقبال بروح له على السرير ممكن يأخذ منه معلومات أو منه مرافق إله إذا كان المريض غير واعي أو وضعه حرج يبقى لازم يتم المعلومات بسهولة ويسر ولا أن لا تؤثر على تركيز وتباطئ أو إبطاء عملية الرعاية الصحية عشرة يبدأ التوثيق في سجيد الطوالب في موقع الحادث أو الإصابة سواء كذا كان ذلك في بيت المريض أو مقر عمله أو في الشارع أو في صيارة الإسعاف أو إلى آخره يبدأ التوثيق من وين هذا هو الامتحان في موقع الحادث أو الإصابة سواء أن تتم نقل المريض بالإسعاف من بيته أو من مقر عمله أو من الشارع أو من حادث طرق وإلى آخره 11 يعد سجل الطوارئ من السجلات الطبية الهامة ذات قيمة قاونية دير بالك لما الحالة تكون حالة يعني في كثير من الحالة ترى الاستقبال انتحار تسمم حادث طرق ضرب إلى آخر اعتداء هذا بنعمله تقرير قضائي من أربع نسخ في مكتوب في عندك دفتر أو ملف اسم تقرير الحالة القضائية بأرقام تسلسلية هذه هي اللي هو السجلات إلها قيمة قاونية لأن بعض المريض نسخة الصفرة أو الخضرة والأصل بظلاء في المستشفى يعد سجل الطوارئ من سجل الطبية الهامة ذات قيمة قاونية كبيرة نظراً لطبيعة الحالة الإسعافية والتي قد ترتبط بقضايا قاونية كحادثة الطرق والاعتداءات وإصابات العمل المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن دورة السجل الطبي للمريض شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكراً لكم